اتفقت القوة الكبرى أم لم تتفق عقدت جولات المفاوضات أم لم تعقد لا شيء من هذا في حسبان قوات النظام والميليشيات التابعة لها مستغلة الوقت لترتيب صفوفها واستعدادها لمعارك تشير الأنباو إلى أنها قريبة في الجنوب السوري حيث أفادت مصادر ميدانية عن وجود حشود شيعية إضافة لميليشيات إيرانية وعراقية وصلوا خلال الأيام الماضية بعتادهم الكامل إلى مدينة إزرع الواقع شمال مدينة درعا وبحسب المصادر فإن الميليشيات تتحضر لمعركة ستكون للسيطرة على مدينة درعا بالكامل وعلى كامل الحدود السورية الأردنية بما فيها معبر نصيب والجمرك القديم والشريط الحدودي مع الأردن تأتي هذه التعزيزات بعد فشل المفاوضات التي جرت بين الجيش الحر والروس بهدف التوصل إلى اتفاق لفتح معبر نصيب الحدودي رفضت فيه فصائل الجبهة الجنوبية للشروط الروسية في وقت رصد فيه الثوار على الأرض تعزيزات لقوات النظام وميليشياته إلى ثكنة البانوراما في مدينة درعا هذه الحشود تتزامن مع إعلان روسيا وأمريكا للتوصل لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري وعن تفاهم أمريكي الروسي بإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود السورية الإسرائيلية وسحبها بالكامل فيما سرعت الخارجية الإيرانية بالتصريح إلى أن وجودها في سوريا شرعي الأمر الذي أكده الروس على لسان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت صرح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ كلا من موسكو وواشنطن بأنه سيتصرف في سوريا وفقا لاحتياجاته الأمنية تتزامن هذه التصريحات مع أخبار تفيد بتشكيل لواء إيراني في الجنوب السوري يضم شيعة من أبناء درعا حيث بدأت مكاتب تابعة للحرس الثوري الإيراني في درعا بتجنيد الشباب السوريين في المحافظة وتسليمهم بطاقات تحمل شعار الحرس الثوري تضمن لهم المرور على حواجز النظام ويقاتلون بأوامر الحرس الثوري كما سربت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي صورا للأقمار الصناعية تظهر مجمع عسكريا إيرانيا يضم قاعدة عسكرية ومطار يتم بناءه في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دماشق اشتركوا في القناة